اشتركوا في القناة والاجر بيزيد ففرصتنا ان احنا نكثر من كل حاجة حتى ولو كانت بسيطة او قليلة والحقيقة في الشهر ده يمكن ناس كتيرة طبعا بتحاول ان هي تركز قوي في القيام وفي طبعا الترويح وفي قراءة القرآن وختم القرآن اكتر من مرة يعني مش بس بنركز في الصيام ولكن بيبقى عندنا حاجات كتيرة وبنيفتكر الناس الغالباء وإحنا يمكن في الظروف اللي احنا فيها وقزمة الكورونا من بدري وإحنا بنقول يا جماعة يبقى فيه تكافل من بدري طلعوا الزكاة من بدري زودوا الصداقات يعني فيه امور كتيرة جدا احنا اهتمنا بها في الفترة الاخيرة وان شاء الله هتكمل معنا خلال هذا الشهر الكريم احنا النهاردة هنعيش معاكم اجواء رمضانية وحنستمتع بالكلام والاستماع لكلام جميل يدخلنا في هذا الشهر الكريم وإحنا كده يعني مليانين ومعبئين بعبق هذا الشهر الكريم وكمان معبئين بإسرار وعزيم على أن احنا نحصد الكثير والكثير من الحسنات خلوني أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمود عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف سباها الخير يا فهي سباها كل سروا حضرتك طيب الله أكرم يعني وإحنا بنتكلم عن هذا الشهر الكريم الحقيقة يعني بنقول أنه إحنا خارجين من رجب وشعبان ودخلين على رمضان فإحنا يعني عايشين أصلا روحانيات وعايشين مشاعر جميلة بس الناس برضو الدخلة رمضان دي بتبقى مختلفة فخلينا نقول فضل يعني هذه الأيام المباركة سواء خروجنا من رجب وشعبان ودخلنا على رمضان إيه فضل هذه الأيام المباركة الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه فجعل الصوم حصنا لأوليائه وجنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أهنئ في بداية هذه الحلقة جميع المصريين خاصة وجميع المسلمين بصفة عامة بهذا الشهر الكريم المبارك سؤال حضرتك روحانيات هذا الشهر أو فضل هذا الشهر لا تحصى ولا تعد ربنا لما بيقولنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصيامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لما تيجي حضرتك تبصي لول الآية تلقي ربنا يبينادي على مين على المؤمنين والإيمان عمل قلبي بينك وبين ربنا وفي الآخر يقول لعلكم تتقون والتقوى أيضا عمل قلبي وفي النص يقول كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَالصَّومُ أيضا عمل قلبي عشان كده ربنا لما قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه حضرتك طبعا في دماغة عزيز تقولي إيه معنى لي هو الصوم بس للربنا بالعبادات التانية مش لله أقول لك لا أضاف الله الصوم له إضافة تشريف وتكريم زي ما قال في القرآن ناقة الله هو ربنا له ناقة ولكن أضاف الصوم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم عشان هو سبحانه وتعالى اللي يعلم جزاء الصائمين بس لأن حضرتك طبعا الحسنات دي مش بالمزاج كده أو حسن أو خلاص لا يعني بتعميلي حسنة بحسنة وحسنة بعشر حسنات وحسنة بكام بسبعمية وحسنة والله يضاعفه لمن يشاء المضاعفة دي اتسأل عنها سيدنا عبدالله بن عباس يعني كم مليون ولا كم مليار رحمي جاوب إجابة يا أستاذ عبير تخلي الواحد يقشعر بدنه المن يقدر قدر الله الله ربنا هيديلك على أد قدره وعلى أد عبادتك وإخلاصك ليه عشان كده كان أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسلف يصومون رمضان صوما مقبولا صيام حقيقي ونتكلم عنه زي دلوقتي ثم يودعون رمضان خمسة أشهر ثم يستعدون لرمضان المقبل ستة أشهر وكأنهم طبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لا تمنوا أن تكون السنة كلها رمضان ولذلك هم فعلا كانوا عايشين طول عمرهم وكأنهم في رمضان طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام هنا برضو قال يعني في فضل الصيام هنا أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني إيه المقصود بإيمانا واحتسابا أقول لحضرتك هم حديث كتير طبعا بقيت الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا نحن عارفين إيمانا بالله عز وجل إيمانا احتسابا يعني لا نأخذ الحكم على علته أنا مش بصوم عشان الصيام صحة أنا مش بصلي عشان الصلاة رياضة للجسد كده وهيبقى فيها إيه لا أصوم لله وأصلي لله مش بصوم عشان علة يعني أعبد ربنا مخلصا له العبادة وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين نرجع بقى للروحانيات اللي حضرتك سألت عنها في سؤال الأولاني سيدنا نبيكا لما يخش شهر رمضان يبشر أصحابا يقولون لقد أظلكم شهر كريم مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفض فيه الشياطين ينادي منادم من قبل الله عز وجل أن يباغي الخير أبشر ويباغي الشر أقصر فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم اللي قال ليلة القادرة طبعا برضو بعض المشاهدين يسأل لي مرة راح تسألني في المسجد قال لي إيه معنى تصفض فيه الشياطين وأنا عملت عنها حلقة برضو في تلفزيون رغم أن الناس بترتكب المعاصم إزاي الشياطين متسلسلة والمعاصم ماليا الديني أقول له تعالى العلماء قالوا في كده ثلاث أقوال بعض العلماء قال جميع الشياطين تصفد ولكن الإنسان الذي يفعل المعصية هو كالشيطان فلا يحتاج إلى شيطان يعني هنا خلاص البني آدم نفسه بقى خلاص مش محتاجش طوال الرأي الثاني بعض الشياطين تصفد تسلسل يعني والآخر لا يصفد الرأي الثالث بقى راغي في ضد الإمام الشيخ الشعراوي أن هذا الكلام هو كلام إنشائي إنشائي يعني طلبي أريد به إنشاء واقع يعني جاء في صورة الخبر زي ما ربنا قال إيه ومن دخله في البيت الحرام كان آمنا يعني إيه آمنا يعني أمنوه طيب ليه يا ربي ما قلتش ومن دخله فأمنوه ليه يا رسول الله ما قال شي صفدوا الشياطين المقصود بالحديث كده وكان الرسول يقول صفدوا يعني سلسلوا الشياطين في رمضان بفعل الطعاط والبعد عن المعاصي طيب ليه ما جاش بصورة الإنشاء عشان حتمية الوقوع نرجع لروحانيات شهر رمضان تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قابلي ربنا ما اداش الخمسة دولا إلا الأم تسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أنه إذا كانت أول ليلة في رمضان حضرتك أحدا والناس قاعدين كنا قدام التلفزيون مستنين كده الرؤية بكرة رمضان ولا لا في هذه اللحظة ينظر الله لعباده اللي عايزين يصوم رمضان ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا ده أنت يتغفر لك قبل ما تصومي على النية الصادقة الثانية خلوفه ريحة يعني فام الصائم أطيبه عند الله من رائحة المسك برضو فيه هنا سأل إذا كان الصوم اللي بيصوم ريحة بقه أطيبه من ريح المسك وفي حديث إن الشهيد يحشر يوم الإيمة ودامه دام المسك مش أطيب رغم إن الشهيد ماد خطر بنفسه نقول لهم يا جماعة الفقه ده مش بيتقال كلام الصوم فرض عين على كل مسلم ومسلمة أما الجهات فرض كفاية يعني بروح الجيش واحد من البيت باتسي أو اتنين وفرض العين مقدم على فرض الكفاية يبقى رقم اتنين ريحة بق الإنسان في نهار رمضان اللي احنا بنفكر نوعش أطيبه عند الله من رائحة المسك الثالثة الملائكة تستغفر لعباد الله الصائمين ده لو رجل صالح دعا لحضرتك ده فرحانة ومبسوطة تبدى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلهم ما أمرون عملين استغفروا لك طول ما انت صايمة الخامسة الرابعة يأمر الله الجنة أن تتزين أنا عارفيني فيه باب في الجنة اسمه باب الريان ده خاص للصائمين الخامسة إذا كانت آخر ليلة في رمضان غفر الله لعباده الصائمين ده مش كده بس ده سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم نوم الصائم عباد حضرتك نعمة في عباد وصمته تسبيح طول ما انت سكت بتاخد أجر المسبح يقول سبحان الله سبحان الله ودعاؤه مجاب وذنبه مغفور وعمله مضاعف حط خط تحت عمله مضاعف ده هي سيدنا النبي يقول التسبيحة الواحدة في رمضان بثواب ألف تسبيحة الله الركعة الواحدة في شهر رمضان بثواب ألف ركعة أنا هنا لازم أقف لأنه حاولتك عارف أن الظروف المرادي أو الثانيدي يعني الأزمة الصحية اللي العالم كله بيمر بيها والمساجد مغلقة وأنه صلاة الترويح ستبقى لسه يعني فيه كلام كتير خلينا نقول بقى إحنا إزاي نعوض ده يعني إحنا مش هنقدر مثلا نروح الجامع نصلي الترويح نعوض ده إزاي في البيت إحنا مش هنعيش مثلا في أجواء الحسين وأولياء الله الصالحين مش هنقدر نروح نزور الأماكن دينا تبارك بيها في هذا الشهر الكريم نعوض ده إزاي في البيت هقولي لحضرك الأول الإجابة إحنا ربنا سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج وسيدنا النبي قال بشروا ولا تنفروا وقال إن الدين يسر وش عرفك إن المساجد مقفولة ده ربنا بيقول واجعلوا بيوتكم قبلة تمام أنا واحد من الناس عملت حجر عندي واسعة وفرجتها وكأنها مسجد ومن دلوقتي بأزن فيها الخمس أوقات وبنصلي السنة وأنا وزوجتي وأولادي فرصة كمان إن كل رب أسرة يبقى إمام لأسرته يا أستاذة الأصل في صلاة القيام أن تصلى في المنزل ولكن سيدنا عمر سنها في المسجد عشان نتقابل ونتكاول وفيه تكافل وفيه وفيه فأنا لا منع إن أنا أصلي الآن في البيت للظروف وعلى فكرة اللي يخرج من بيته أنا بقوله فتوى وأنا مسؤول عنها اللي يخرج من بيته لغير حاجة في ظل هذه الظروف خرام عليه شرعا وهو آثم ولو أصيب بفيروس عشان هو خرج لغير حاجة يبقى ينطبق عليه قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ينطبق عليه قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحكاية دي وكمان حتى لو مش هو اللي أصيب لو تسبب في إصابة غيره نعم صلى الله عليه وسلم ألحب لأخيك أم تحب لنفسك أذى المؤمنين أنا ليه أنا خرجت ومسلا جاني فيروس وبعدين خلطت واحد اتنين عشر أو العشر خلط ومية سببت في أزاية أخرين يبقى أنت سببت في أزاية أخرين فلا مانع أن أصلي الأيام في البيت وأقرأ القرآن في البيت المشكلة مش في الصلاة المشكلة إزاي أصلي المشكلة مش في قراءة القرآن المشكلة إزاي أقرأ يا أستاذ عبير إحنا بنصلي النهاردة الأيام في المساجد الحداشر ركع بنصليهم في تلك ساعة وربع ساعة يعني نقرأ ديكة زي ما سيدنا النبي قال ونهى عنه لا ده أنا أنوي للصلاة زي ما رجل الصالح زي بتصلي الأنوي للصلاة طبعا الأول بيقول أقف في موضع مصلايا قليلا حتى تجتمع جواري وانت بقى قشفايحة يا جبا أحس كده خلاص ثم أنوي للصلاة أجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي أقرأ بطرطيل بتجري ليه الحمد للرحمن رحيم ايه قلت إيه منفعش أسجد وأركع في خشوع أجلس على الورق الأيصر لو يقدر أنصب إبهام القدم اليوم أتبعوا هالإخلاص دي للراجل إنما الست بتقعد الأعدل لتريحها ثم أتبعوا ثم لا أدري أقبلت مني أم لا هذه الصلاة سيدنا عبدالله إبناء سيقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة كاملة والقلب ساهن عن الله عز وجل فضلت الشيخ برضو في جزئية أننا ساعت بنبقى فعلا متشككين هل قبلت الصلاة أم لم تقبل نفس القصة مع الصوم يعني فيه ناس تقول يا ترى ربنا إيه بالصيامي يا ترى اللي أنا عملته في رمضان والتقربي والزكاة والصداقات وإنه إطعام المساكين يا ترى ربنا تقبل ولا اتحسب لي ولا ما تحسب ليش فكرة التشكك دي حاجة صحية يعني النفس اللوامة هنا نعتبرها ولا لا المفروض الواحد ما يفكرش ويعمل وما يفكرش في الحاجات دي خالص هنا حالتين إما أن يكون الإنسان في حالة قنوط بطه يعني يأس من رحمة ربنا أنا مش نفع لي صلاة أنا مش نفع لي الصيام ربنا نهى عن كده نهى عن اليأس من رحمة الله وقال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقناطهم من رحمة الله وثم نفسه الغفور والغفار والرحيم والرحمن وهيقبل إن شاء الله فاتقوا الله ما استطعتم لما نزلت الآية اتقوا الله حقا تقاتي الصحابة بكوا أيوه فنسخت بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ربنا عارف استطعت ياوه استطعتك أيه يعني لا يكلف الله نفسا إلا ويسعى الحالة التانية بقى اللي هي الخوف مع الرجاء يبقى خوف مع اليأس مذنوم تمام أما خوف مع الرجاء مطلوبة محبوبة جميل جدا لما سيدنا النبي دخل على شاب هو يعتضر بقول له كيف تجدك عمل إيه يا ابني قال له يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخشى كثرة ذنوبي فنبي ابتسم قال له أبشر مجتمعا لو الخوف الرجاء في قلب عبد إلا أعطاه الله الذي تمنى وأمنه من الذي يخاف فرص يا أستاذ عبير اعملي كل حاجة بس ما تظلميش مخلوق الله أصرت في حق ربنا هيغفر وهو عالم ما صلتيش الفجر مثلا حاضره وبعدين قمت صلتي قضاء لعذره أو لغير عذره حتى بتقصير وندمتي هيسامح وهيغفر وهيبدل السيئات حسنات جميل أما في حق المخلوق لا لأ عشان كده أنا بقول اللي دخل عليها رمضان وظالم ظالم أخوه ظالم مخته ظالم جاره ظالم زوجته ظالم زوجها ظالم ابنه ظالم أي ظلم إلحق نفسك صحيح إن أبعد الناس عن الله الألد الخصن نتكلم عن الحاجات اللي هي بتوقص الصحيب بعد شوية طيب إحنا معنا على فكرة تقرير يعني على ذكر الكلام بقى عن الظلم والتسامح يعني إحنا معنا تقرير الناس في الشارع سألناها تحب تقول لي مين سامحني يعني وإحنا داخلين على هذا الشهر الكريم الواحد ممكن الصح يعني إن إحنا نرجع حساباتنا كده ونشوف إحنا ظالمنا مين إحنا أخذنا حق مين إحنا أسطرنا مع مين ونبتدي نحاول إن إحنا نصح هذه العلاقات فإحنا سألنا الناس يعني تحب تقول لي مين سامحني في رمضان أو قبل رمضان نشوف مع حضرتك ونرجع نكمل إن شاء الله أسطر مع أهلي في محافظة الشرقية بقول لهم ما تزعلوش مني إنتوا عارفين الأوضاع عاملة إزاي والظروف عاملة إزاي في البلد سامحوني وحقكم علي وكل سنة وإنتوا طيبين وقريب إن شاء الله أقول لكم بإذن الله والله في الحقيقة اللي أنا مكسر معهم ممكن يكون مثلا ستي أو أو مثلا خلاني وكده بس طبعا يسمحوني طبعا عشان خاطر الظروف خلاتي أخواتي أقول لهم كل سلام طيبين وبسبب كورونا ما قدرت شاجئ ومكسر جدا بسبب كورونا بصراحة وخروجوا للشارع الكتير طبعا زيارة الرحم عشان إحنا قصرين كلنا طبعا تقريبا بسبب شغلنا الأكتر من عشر ساعات سامحونا ويا ربي سامحنا كل الناس اللي احنا تعاملنا معهم بطريقة مش لائقة أنا طبعا مكسر في الزيارة مع إخواتي للأمانة لأن أنا طبيعة عملي أنا بنزل من خمسة الفجر برجع ستة مساء عملية الراحة بتاعتي يوم الحد بتقبل مدامنا حضراني لستة للتحركات بتاعتي فلأمانة ما بيباش عندي وقت خالص لا زور إخواتي ولا بطمن عليهم ولا غيره غير بالتلفون بس فأنا بالأمانة فأنا بقول لهم سامحوني يعني أن أنا أثرت معاكم شوية وربنا يجعل يعني يجعل أيامها أيام مباركة ويديني وقت وأزوركم والله في الناس كتير مأثر معاهم يعني من أول حد ياريت يكون سامعاني دلوقتي الشيخ بتاعي الشيخ عمر ده وقت الشيخ اللي مربيني فأنا بقول له أنا آسف والله غزبا عني أنا والله غزبا عني أنا فعلا مأثر معاك جدا وبتمنى من ربنا أن ربنا أعيش فيك عمي في برسعيد وأولاده مكسر معاه فعلا جدا ومشوفوش بقى لفترة وربنا يفك الحصار اللي عندهم في برسعيد والإسماعيلية والباباقي يمشي وبقول لهم ما تزحلش مني والخير جاي إن شاء الله مع أمي وابني ومراتي وأقول لهم كل السنة وأنت طيبة تمام ويا رب كل الخليفات اللي ما بيننا ديها تتفضي يعني على شهر رمضان ونرجع يعني تنزل زي الأول وحسن من الأول داني يعني يعني الحقيقة شوفنا ناس حمدها مشاعر جميلة تجاء أو إحساسهم إن هم عايزين يخش كري على رمضان وهم مقلوبهم في صفية دي حاجة حلوة أتمنى أن كل الناس تابعا جايك تبتيني هذا الشهر الجديد بهذه المشاعر بس حاجة التانية مع حضرتك ونتكلم عن فكرة قبول الصيام يعني إزاي أتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى قبل مني صيامي وإن أنا قدرت إن أنا يعني أكتسب بالثمرات الخاصة بهذا الصيام يعني أنجح في إن أنا أحصد ثمرات نجاحي في الصيام الأول أنت حسين الظن بالله ربنا بيقول أنا عند حسن ظن عبدي بي ظنيته إنه قبل الصيام خلاص قبل بس بشرط ابعيدة عن محظورات الصيام يعني على سبيل المساك الغيبة النميمة قائم ليس لهم من قيامه إلا التعب والسهر رب قرئ للقرآن والقرآن ويلعنه هو ظالم وعمل يقول ألا لعنة الله على الظالمين حضرتك فالإنسان بطابه عارف ولكن الأهم إزاي يعرف إن أنا صمت أو صم مقبول ما ربنا قالها في القرآن كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين مقابلين يقول عليكم إيه تتقون تتقون إذا توفرت التقوى فيك حضرتك يبقى خلاص أنت صمتي تبقوا التقو هي إيه خوف من الجليل لما تحس كده أنها عمل معصية لا مش خايفة من فلان الله ما ينصائف أه لا خايف أه أنت صايمة دي أعلقة بينك وربنا خوف من الجليل عمل بالتنزيل يا أيها الذين أمنوا نعم يا رب حاضر سمعنا وأقطعنا ورضى بالقليل أرضى بكل حاجة مش بالقليل بس أرضى مسيدنا موسى بقول له يا رب قول له على الحاجة عملها كده ترضيك عني قال له يا موسى رضايا عنك في رضاك عني لو أنت رضي عني يبقى أنا رضي عنك أنت رضي على الصحة رضي على المرض رضي على الفقر رضي على الغنى خلاص عملوا بالتنزيل ورضى بالقوة واستعدادوا اليوم الرحل أنت جاهز النهاردة أن نتقابل ربنا يقام تصمتي كأنك تعيش أبدا وعمل لأفرة كأنك تموت غادر إذا توفرت التقوة في الإنسان يبقى صامف بالفعل لأن الآية قالت كده برضو من سمرات الصيام مراقبة الله عز وجل أنا أعاد قدام يقول أنت عارفنا صيام ومصيب طبعا لو إحنا في نهار رمضان عارفنا صيام ومش عارف إذن أنا بصوم مراقبة لله عز وجل وده اللي خلى سيدنا يوسف عليه السلام اللي كان بيصوم يوم ويفطر يوم دي برضو من سمرات الصيام إن أنا أحس بالفقير يبعث على العطف ليه يا يوسف قال أخشى أن أشبع فأنسى الجائع دي من سمرات الصيام يه نهاري ولذلك لما رأوادته زوليخاء عن نفسها خلاص طبعا امتنع مش كده قال ليه لأنه كان بيصوم والصيام جنة يعني حماية للإنسان وشاب وجميل وحاجة زي كده فلما تزوجها وحاسن إسلامها وكده وطلبها هو للفراش امتنعت فقال له أما تذكورين يوم أروتيني في الحرام قالت يا يوسف كنت ساعتها لأعرف الله فلما عرفت الله امتلأ قلبي بحب الله فلم يبق فيه مكان لحب سواه الله الإنسان لما يجي يعبد ربنا لزوجه لزوجها ولزوجه ولزوجته ولا ابنه ولا الدنيا كلها فالصيام بيخل الإنسان يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة الصيام فيه ثمر احنا كلنا بنغفل عنها في العشر تيام الأخار سيدنا النبي كانت إذا دخلت العشر الأواغر أيقظ أهله ميناموش الليل وشد وشد مئزار يعني تحزم يعني كان عن الاجتهاد في العبادة ليلة القدر يا أستاذ عمير خير من ألف شهر لو حضرتك صدفتي ليلة القدر وقفتي قدام ربنا وصليتي الإنسان صنب النهار وقام ليلة القدر بالليل كأنه عبد الله عبادة مقبولة 84 سنة لا بس أنا لازم أسأل حضرتك هنا سؤال لأنه في ناس ساعات في الأول كده والتأخلت رمضان يبقون مش يعني مش مركزين قوي يقول لك ما أنا أصلي هركز في العشرة لأواخر وهو ده برضو مش مطلوب يعني نزود التركيز في العشرة أواخر بس الأول لازم نبقى داخلين مركزين برضو مش ضمنوا نعيش للأواخر العشرة مش ضمنوا بص حضرتك ضربة البدء أنا بعمل ليا مشاريع في رمضان كده أنا لو حضرتك النهاردة مثلا أنا محتاج وفقير ومش لاقي ولقيت وحب يقول لي خد شيك هو على بياض حط فيه المبلغ اللي أنت عايز يه مش كده طب ده ربنا الداني ربنا الداني الشيك ده لا ستين شيك على بياض ستين شيك بمعنى إيه بقى أقولك بمعنى إيه إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد لكي كل يوم في الفطر دعوة وفي الصحور دعوة لا ترد ستين شيك على بياض قولي اللي أنت عايزاه واللي بيدي لك بس شرطها إيه بقى طب فضلت الشيك يأكيد ليها مشروطة دي الناسهم كويس وإيمان لله إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا رغم إن الشيك بتاع الإنسان مشكوك فيه إن فيه شيك مضروب مش كده قال ليه إنما ده ربنا يعطي على قدر عطائه سبحانه وتعالى فشهر رمضان ربنا جعله مضمار لخلقه يتسابقون فيه إلى الخيرات عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أنا متكلم عن ثمرات الدنيا تعالي بقى يوم القيامة بقى تيل القرآن عمالي نادي يا فلان تعالى طيب أسألك معلش قبل ما حريك تكمل عن القرآن لأن حسأل عن القرآن تحديدا فكرة ختم القرآن يعني فيه ناس بتختم مرة وفيه بيقولك لا ده أنا عايزة أختم مرتين وثلاثة واربعة هي بالعدد ولا لازم بالتدبر يعني أيهما الأكثر نقول إيه أجرا أنت سؤال الجاعة على الوجعة آه لنحمي معزلنا يا را كتير واحد يقول لي أنا دي خمس ختمة أيوة واحد يقول لي دي تالت ختمة أقول له تعالى القرآن يقرأ بتدبر أيوة القرآن ربنا سبحانه وتعالى سماه قرآن ليقرأ بتدبر سيدنا الإمام أبو حمد الغزالي بيقول إيه إن للقرآن ظاهر وللقرآن باطن ركزي معي قويس ظاهر القرآن المصحف تمام ورق وغلاف وحروف مش كده أي وباطن للقرآن سر ربنا فيه اللي هو لم ولن ينفد إلى قيام الساعة قل لو كان البحر الميداد اللي كلمت رب وجسد الإنسان له ظاهر وله باطن صحيح ظاهر الجسد أعناية وإدية ورجلية باطن الجسد اللي هو القلب أي شوف الرجل اللي بقى لما لم يأذن الله لظاهر الجسد أن يمس ظاهر القرآن إلا إذا كان ظاهر الجسد طاهرا نقيا نظيفا كذلك أيضا لم يوصل الله باطن القرآن لو سر فيه إلى باطن الجسد وهو القلب إلا إذا كان القلب طاهرا نقيا نظيفا حاضرتك بتير القرآن بكيت مرة بكيت مرتين دم سيدنا النبي قال لنا كده لما تقروا القرآن ابقوا فإن لم تبكوا فتباكوا أنا بقول بقى فإن لم تبكي أو تتباك فبك على نفسك لفقدك البكاء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسمع النار آيات عن النار وتعد عادي أسمع آيات عن الجنة وتعد عادي ده أحد الصلاحين سمع قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور اليوم اليوم وقع مغشيا عليه خبر حضرتك فالقيام له أداب وشروط الصيام له أداب وشروط قراءة القرآن له أداب وشروط وبعدين كل الدبقة قابليه المعاملة زي ما شفنا في التقرير اللي بيقوله فلان سمحني أنت بتقول له سمحني ببقى كليه لازم أنت تشوف ترد المظالم مع حضرتك أصلي يوم اليوم وإحنا راحين نتحاسب فيه خمس قناطر زي خمس نقط تفتيش مرور أول واحدة التوحيد لا إله إلا الله محمد صلى الله عدي أداب مظبوطة فيش فهشرك الثانية الصلاة زي ما قلنا صلي إزاي وهو أما فيه عدي عليك تحاسب ويلا ادفع ادفع اللي اسمها بيسموها في المرور الغرامة الثالثة الصيام صمت كويس عدي تعاليك مش عارف إيه ادفع ومن رصيدك كل دي من الكتاب بتاعك الرابعة اللي بعد كده الحج حجتش ليه وطبعا لنا كلام في الحج تاني خالص للناس مفكرة الحج دي يعني يا عمي لي ما نستطع لها ده الحج فرد وركن وربنا عالم نستطع إذا كان عندك القدرة المادية والمسادية بس خلينا إن شاء الله في العيد بقى الكبير حجت حجت آه الحمد لله تب ما حجتش ليه كان فيه عذرة هو عالم إن فيه عذرة ليش آه ده بعدي برضو اللي بعد كده بقى إن أمة لا إله إلا الله هتقف عنديها اللي هي أرد المظالم آه آه كل ما هو له علاقة بكي هتتحاسب عنه واتسئل عنه حتى ولو كان غير إنسان آه إنسي جد أيوة ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عصفورا بغير حق الناس اللي بتقتل وتفجر عصفورا بغير حق عج إلى الله يوم يعني بيخلوا الأطفال ما تموش مع كل ذي كابد راطبة أي حاجة فيها روح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمود عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف نورتنا وأسعدتنا وقدمت لنا روحانيات أو عايشتنا في جو روحاني نتمنى إن شاء الله أننا وكل مشاهدين ندخل هذا الشهر الكريم وإحنا معبئين فعلا بهذه الروحانيات الجميلة شكرا جزيلا لحضرتك كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة إن شاء الله جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا بشكر كل مشاهدينا ساعات قليلة وحنبدأ نتصحر ونبتدي هذا الشهر الكريم ياريت تستشفوا فعلا من حوارنا النهاردة الكلمات اللي احنا اتكلمنا عنها أو قلناها ياريت تستشعروها وتدخلوا هذا الشهر الكريم وانتوا فعلا مملؤين بهذه المشاعر النبيلة وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وكل الأعمال الجميلة ونكتسب الأجر والسواب إن شاء الله في هذا الشهر الكريم هنقبلكم بإذن الرحمن في حلقة جديدة من طعم البيوت